تحية الرياضية نبعثها لكم مشاهدين الكرام نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة مع برنامج صدى الرياضة اليوم وتحديدا في جزء الاول من صدى الرياضة سنتوقف مع محطات منوعة من الاحداث الرياضية والاخبار المحلية والعربية والعالمية لدينا ايضا جزءا موسعا ولقاءا مهما مع احد الحكام الدوليين للحديث عن اللجنة التحكيمية في الاتحاد الكروي والمستوى العام للصفارة العراقية والقرارات التحكيمية والاخطاء المجحفة التي ظهرت بشكل واضح في الدوري العراقي هذا الامر وقضايا اخرى سنترحها في لقائنا مع الحكم الدولي السابق حازم حسين الذي بطبيعة الحال سينضم معنا باذن الله من العاصمة الحبيبة بغداد مشاهدين بعد الفاصل انطلاقتنا الاولى مع فقرات صدى الرياضة خليكم ويانا جمهورنا الرياضي نجد التلحيبة بكم وانطلاقتنا الاولى مع الموقف المشرف للجمهور الرياضي العراقي من ابناء هذا الوطن وهم يهتفون في مراسيم حفل افتتاح ملعب النجف الدولي فهتف الشعب باسم العراق وضد رجال السياسة ولم يسمحوا حتى لممثل رئيس الوزراء مهدي العلاق بإلقاء كلمته ولا للمسؤولين الآخرين فكان اصدقوا تعبير عندما هتفوا من اعماقهم وحرقتهم ضد الظلم وضد الفساد واللصوص وضد الاقصاء والطائفية وكل الصفات البغيظة التي انتهجها السياسيون في حكمهم لهذا البلد العظيم هذه اللقطات المعبرة مشاهدين الكرام في الملاعب الرياضية لابناء شعبنا وهم يصفون الساسة بالحرامية ويستمرون بالرفض ويهتفون ويرمون بقنان الماء الفارغة ما هي إلا انتفاضة من قطاع الشباب من أبناء وطننا الذين أصبحوا في مقدمة الساعين إلى تغيير الواقع المؤلم والمرير الذي يمر به عراقنا الحبيب مشاهدين هذا الموقف يذكرنا بالموقف المشرف الآخر الذي شهده ملعب الشعب عندما احتشدت الجماهير الرياضية العراقية التي استفزها دخول جنود الاحتلال فانتفضت بوجههم وهتفت لتحرير العراق ووحدته وأيضا لوحدة العراقيين ولم تخشى من سلاح جنود الأمريكان ولم تغدعها احتمالية يعني أن يتهور هؤلاء فيطلقون النار على المدرجات وهم الذين كما تعلمون عرفوا بوحشيتهم وتهورهم واستخفافهم بأرواح العراقيين لذلك يعني بعد هذا الموقف وذاك إن كان يعني في المحافل الرياضية أو في الشارع أو في الحقل والمصنع نقول للسياسيين الحاليين كفاكم تتعاملون مع العراقيين وكأن لا تاريخ لهم كفاكم تتعاملون مع ابناء هذا الشعب وكأنهم بلا كرامة كفاكم استخفافا بقدرة العراقيين على مواجهة الفساد والظلم كفاكم استخفافا بهذا الشعب العظيم وكأنه يرضخ باستسلام للأمر الواقع ويقبل بالظلم ولا يحرك ساكنة فقد شاهدتم هؤلاء ابناء الشعب الذين يمثلون كل المخلصين والشجعان والأصلاء والنجباء والنجباء من أبناء الشعب العراقي هذا الشعب المسكين الذي لا يتطلع ولا يطالب إلا بحقوقه المشروعة المنهوبة من قبل الساسة الحالين الآن دعونا نتابع بالصوت والصورة سيد ممثل رئيس الوزراء الدكتور مهدي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء لإلقاء كلمته مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم تحية من الأعماق لكل الجماهير الرياضية لكل أبناء الشعب العراقي على هذه الوقفة المشرفة يعني برهنوا بأنهم كفى لا يقبلون لا بالظلم ولا بالفساد ولا يقبلون إلا بالحرية والكرامة والعزة لكل أبناء هذا الوطن العظيم أهلا بكم مع فقرة صادر الرياضة لهذا اليوم والبداية ستكون مع حفل سحب قرعة نهايات كاس آسيا 2019 الإمارات وقد وضعت القرعة البلد المضيفة لإمارات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب تايلند والهند والبحري في المقابل جاء منتخب أستراليا حاملوا اللقب في المجموعة الثانية الحافلة بالمواجهات المتكررة بمواجهة سوريا وفلسطين والأردن أما منتخب كوريا الجنوبية وصيف حامل اللقب فقد جاء ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الصين وقرغستان والفلبين وأوقعت القرعة منتخبنا الوطنية في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إيران وبيتنام واليمن وتلعب السعودية في المجموعة الخامسة إلى جانب قطر ولبنان وكوريا الشمالية في حين تضم المجموعة السادسة منتخبات اليابان وأزباكستان وعمان وتوركومانستان ويشارك في النهايات 24 منتخبا حيث ستقام البطولة خلال الفترة من الخامس كانون الثاني ولغاية الأول من شباط 2019 وستكون هذه النسخة تاريخية من خلال ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخب تتنافس على الفوز باللقب القري وذلك بعد قرار الاتحاد الآسوي بتوسيع قاعدة المشاركة ويتأهل إلى الدور المقبل أبطال المجموعات وأصحاب المركز الثاني وأفضل أربعة منتخبات يحصلون على المركز الثالث بهذا سيكون لدينا 16 منتخبا لمتابعة الطريق نحو النهائي وأيضا مشاهدين الكرام جرى توزيع المنتخبات المشاركة على أربعة مستويات وبحسب نتائج التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018 مشاهدين خلال سحب قرعة نهايات كأس آسيا 2019 أعلن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تخصيص جوائز مالية كبيرة مقدمة للمتخبات المشاركة في نهايات كأس آسيا إذ سيحصل الفائز باللقب القاري خلال النهائي المقرر في استاد مدينة زايد الرياضية على جائزة مالية تبلغ 5 مليون دولار أمريكي وجاء ذلك الدعم للمرة الأولى في تاريخ المسابقة وإلى جانب الجائزة المخصصة للفائز باللقب أعلن رئيس الاتحاد الآسيوي أيضا أن الوصيف سيحصل على 3 مليون دولار أما المنتخبات التي تصل إلى الدور قبل النهائي ستحصل على مليون دولار لكل منها كما تحصل جميع المنتخبات المشاركة في النهايات الـ 24 على مبلغ 200 ألف دولار أمريكي مشاهدين بذلك حققت بطولة كأس آسيا المقبلة خطوة كبيرة إلى الأمام لتصبح الأكبر من نوعها على الإطلاق ويعتبر تخصيص الجواز المالية إضافة أخرى إلى التحسينات التي أدخلت من أجل تعزيز مكانة بطولة كأس آسيا المرموقة متواصلين معكم مشاهدين الكرام الآن إلى جامعة الموصل حيث جرت مباراة ودية جمعة نجوم وأساطير الفرق العراقية ورباد الكرة في الموصل الآن تعالوا نتابع معا تفاصيل هذا اللقاء الودي والمعنوي في كرنفال رياضي جميل أقيمت على أرض ملعب جامعة الموصل وبحضور جمهيري كبير مباراة ودية بين نجوم وأساطير الفرق العراقية ورواد الكرة في الموصل وجاء تنظيم المباراة ضمن حملة إعادة الحياة إلى مدينة الموصل ودعم المجال الرياضي وإقامة المباريات فيها بعد إعمار وتأهيل ملعبها وذلك بعد ثلاث سنوات من حرمان الرياضيين في المدينة من ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة عرس رياضي حقيقي لقدوم ووطأوا بأقدامهم أرض ملعب جامعة الموصل نجوم الرياضة العراقية أساطير الرياضة العراقية الذين دائما أفرح الشعب العراقي بكل أطيافه ببطولاتهم وملاحمهم الكبيرة الغاية الكل لازم إعلامية الغاية هي رفع الظلم والحيف عن محافظة وخاصة بالشريحة الرياضية تعرضت المدينة ما تعرضت له من خراب ومن دمار وفي البنى التحتية الخاصة بالرياضة ثم المدينة بصورة عامة الأساطير اليوم كنا في سفرة معهم إلى ملعب نادي الموصل في باب سنجار ثم إلى سفرة المدينة القديمة شاهدوا ما تعرضت له هذه المدينة من دمار ومن خراب بصورة عامة الغاية منها إرسال رسالة للعالم مجمع بين الوضع الجيد جدا في المدينة والوضع بصورة عامة مستبد نتمنى أن هناك التفاة من الحكومة المركزية والحكومة المحلية لدعم هذه الشريحة الرياضية بصورة عامة وتحتفي مدينة أم الربيعين بأول عرص رياضي حقيقي ويهدف أبناء المدينة من إقامة هكذا مباريات وبحضور مميز من أساطير الكرة العراقية إلى جذب أنظار الجهات المسؤولة حول العالم إلى الموصل ودعم إعادة الحياة وإعمار البنى التحتية فيها خاصة قطاع الرياضة واليوم تجتمع كل هذه الأسماء من أبناء الوطن في أم الربيعين ليكون التجمع عنوانا للسلام وللمحبة والتلاحم حث الحكومة والجهات المسؤولة خاصة في الوزارات ووزارة الشباب أنه تهتم بمرافق الشبابية وخاصة نادي الموصل بحاجة إلى ترميم وعادة تكملة البناء ويعني شفنا المدينة صحيح تأثرنا بالجانب الأيمن ولكن الجانب أيفسر كان الحياة في طبيع المباراة هي مو فوز وخسارة بس مباراة أنه إحنا جئنا نراولين عالم أنه المنطقة آمنة والموصل آمنة إن شاء الله وأهلها موجودين وريد البلدنا أو ريد المحافظة التنبني ورغم الإثارة والندية بين أسماء الفريقين إلى أن طابع الفن الكروي الودي كان السمة والعنوان الأبرز لهذه المواجهة والتي انتهت بفوز أساطير الكرة العراقية بهدفين مقابل لا شيء لرواد الكرة في الموصل جمهورنا الرياضي اليوم ستكون لنا محطة مهمة مع الصفارة العراقية وسنفتح ملف هذا الجانب المهم في عالم المستديرة فالكل يعلم أن الحكام جزءا لا يتجزأ من اللعبة الشعبية الأولى في العالم وهي كرة القدم ويعتبر الحكام عنصرا أساسيا ومهما في صنع القرار على الرغم من أن الأخطاء التحكمية جزء من اللعبة إلا أن الاعتراضات تكون على أشدها من قبل المتضررين عندما تكون هناك قرارات مجحفة في حقهم اليوم سنسلط الضوء بشكل خاص عن دورينا العراقي الكروي وتحديدا عن قضاة التحكيم العراقي واللجنة التحكيمية في الاتحاد وانعكاسات المستوى التحكيمي على المستوى الفني العام للكرة العراقية مشاهدين هذه قراءة في أروقتي الموضوع نتابع الحكام جزء مهم من معشوقة الملايين وهي الساحرة المستديرة كرة القدم وهم جزء أساسي في صنع القرار لذلك ترى الضغوطات بشكل هائل اتجاه الحكام لكن عندما نتحدث عن الأخطاء التحكيمية قد لا يروق حديثنا وتقريرنا هذا تحديدا للكثيرين وبالحديث عن الأخطاء التحكيمية لا بد من التذكير بأنها جزء من اللعبة ومتعاتها المتجددة ولا تقتصر الأخطاء على ملاعب دون أخرى فهي تحدث في أكبر المحافل الدولية ويرتكبها أشهر حكام الكرة في المعمورة لكن الأخطاء تكون بنسب معقولة وليست بنسب كبيرة وفي كل دور إذا ما تكلمنا بشكل خاص عن دورين العراقي الكروي حيث أن هناك فرق تضررت بشكل كبير من التحكيم دون فرق أخرى وظلمت بقرارات مجحفة لذلك يجب على قضاة التحكيم واللجنة التحكيمية في الاتحاد ألا يركنوا على هذه العبارة أو الجملة ويبرروا في عدم تطوير أنفسهم من خلال دورات تحكيمية مكثفة أو عمل مدرسة تختص بتخريج الحكام واحتضان المواهب التحكيمية وفي الحقيقة التي نعيشها لم نرى أي نشاط من لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم سوى إصدار العقوبات بشكل مستمر ولنعد إلى ما قبل انطلاق الموسم وأثناء الموسم الماضي أيضا نشبت بعض الخلافات بين حكام الدرجة الأولى والنخبة والدوليين من جانب ومن جانب آخر لجنة الحكام واتحاد كرة القدم بعد رفع بعض الحكام راية العصيان لأسباب كثيرة ومنها عدم استلام الحكام لأجورهم لأكثر من مرحلة كاملة من الدول العراقي ومن جانب آخر هددت بعض مجالس إدارات الأندية باللجوء إلى القضاء حال عدم وجود رادع حقيقي للأخطاء المتكررة في ظل امتلاك وثائق حقيقية تدين عمل لجنة الحكام والأخطاء التحكيمية الكثيرة في مباريات الدول الممتاز ولكن في نهاية الأمر المهم في الموضوع هو أن ترتقي كرة القدم في العراق والتحكيم بشكل خاص إلى مصاف الدول المتقدمة كرويا مشاهدين الآن مع الجزء الموسع لهذا اليوم والذي سيكون مخصصا للحديث عن اللجنة التحكيمية في الاتحاد الكروي والمستوى العام للصفار العراقية والقرارات والأخطاء التحكيمية التي ظهرت بشكل واضح في الدور العراقي الكروي في الأون الأخيرة وحول هذا الموضوع ينضم معنا من العاصمة الحبيبة بغداد الحكم الدولي السابق حازم حسين أحد الطاقات التحكيمية البارزة وأحد الركائز الرصينة للتحكيم العراقي فدعونا أولا نرحب بالحكم الدولي السابق حازم حسين عضو لجنة الحكام في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم والمحاضر الأسوي للحكام العراقيين أهلا بك كابتن حازم أهلا وسيلا سيد بلال تحياتي لك جميع مشاهدي قناة الرافدين الفضائية كابتن حازم سأبدأ الحوار من الدور العراقي لأهميته وعلاقته المباشرة مع التحكيم فقد شهد دور الكرة للموسم الحالي أخطاء تحكيمية كثيرة للأسف يعني برأيك ما هي الأسباب الحقيقية والمهمة في تراجع المستوى الفني للحكام بسم الله الرحمن الرحيم صحيح يعني في هذا الموسم والموسم اللي سبقه يعني كان هناك هبوط حاد في المستوى التحكيمي في دوري دورينا فهذا يرجع لي عدة أسباب أسباب كثيرة وأسباب مهمة السبب المهم واللي هو فني نعتبره هو انقطاع الحكام عن التدريبات الأسبوعية وعن التحليل الأسبوعي لمباريات كرة القدم والأخطاء التي حدثت فيها منذ سنتين منذ سنتين انقطع التدريب والتحليل هذا أدى إلى أنه الحكم يعني تتراكم أخطاء أكثر وأكثر بدون أن يكون هناك عملية تصليح تصليح بالنسبة للتحليل وتحديد الخطأ وكذلك لتصليح الأخطاء في الملعب هذا يمكن سببيا مهمة جدا أيضا بعد لجة الحكام عن الحكام في هذه الفترة خلال هذه السنتين الأخيرتين بعد الثورة التي حتت بثورة الحكام التي حتت قبل سنتين في عام 2015 مثل ما تعرفوا حضراتكم فلذلك أثرت تأثير كبير يعني آثارها لحد الآن واضحة جدا لأنه انقسم الصف التحكيمي إلى قسمين وهذا من ما أثرت تأثير مباشر على المستوى التحكيمي طيب كابتن حازم يعني أريد أستغل وجودك خصوصا لمكانتك ويعني لوجودك أيضا مع لجنة الحكام في الفترة السابقة ما هو السبيل لتجاوز هذه الأخطاء والهفوات التي أعتبرها أنا كارثية إذا صح التعبير لا سيما وأن بعضها أثرت بشكل سلبي على نتائج بعض المباريات وكانت بطبيعة الحال قاسية على بعض الفرق صحيح يعني أحنا في كثير من المباريات اتغيرت نتائجها اتغيرت نتائجها وأثرت على تسلسل الفرق في الدوري لمباريات كثيرة يعني وصل الحد إلى أنه الدور عشر مباريات ست مباريات أو سبع مباريات فيها أخطاء مؤثرة هذه لأنه أكثر المباريات التي كانت تنقل بكل خمس أو ستة يعني في أحد الأدوار جميع المباريات التي تم نقلها حدثت فيها أخطاء مؤثرة إذن المباريات التي لم تنقل ماذا حدث فيها يعني إذن تأثير يعني سلبي كبير على المستوى التحكيمي فلذلك نتمنى من لجة الحكام صح أنا أعضب لجة حكام لكن بعيد في هذه الفترة في الفترة الخمس ستة شهر الأخيرة بتعادت عن لجة حكام للأسباب التي أدت إلى انخفاض هذا المستوى التحكيمي فلذلك أتمنى من لجة الحكام أن يقتربون من الحكام أن يعيدون التدريب الإسبابي أن يعيدون التحليل أن يكون هناك مبدأ الثواب والعقاب وأن تكون المشاركة الفعلية مشاركة فعلية في تسمية الحكام لأنه لما تكون هناك مجموعة لجنة محددة لتنسيب الحكام إذن هناك تكون هناك يعني حيادية وأفضلية وتسمية صحيحة أيضا من النقاط الأخرى اللي أنا أتمنى ومثل ما كنا ماشيين عليها في السنين السابقة أن لما تم تسمية الحكام تنشر في الإعلام وفي الصحف الرسمية قبل يومين لأنه الحكم بصراحة في بعض الأحيان يبلغ قبل ساعتين ثلاث ساعات أو في صباح يوم المباراة وهذا ما يؤثر تأثير سلبي لذلك أن تكون هناك تبليغات للحكام قبل يومين أو ثلاثة حتى الحكم يهيئ نفسي لهذه المباراة من الناحية البدنية ومن الناحية الفنية كابتن حسين دعني أجعل يعني مباراة الزوراء وكربلاء نموذجا للحديث عن تأثير الأخطاء التحكمية يعني أنت تعلم في هذا اللقاء حدثت مشاكل عدة وبالتالي انعكست على نتيجة المباراة وعلى يعني أجواء المباراة أيضا ما هي ملاحظاتك وبماذا دونت وشخصت يعني الأسباب الرئيسة صحيح في مباراة الزوراء وكربلاء كان هناك أيضا تأثير مباشر في تغيير نتيجة المباراة حتى على أثر الأخطاء التحكمية المؤثرة حتى مشاكل مشاكل بالنسبة لفريق كربلاء لفريق الزوراء لكل الإدارين في ملعب الشعب اللي حتث فصح كانت هناك تأثير وتغيير في نتيجة المباراة وقلنا للأسباب اللي رجعنا اللي تكلمنا عنها وقلنا هاي أحد الأسباب أو الأسباب المهمة اللي أثرت على مستوى الحكام وعلى أيضا فاتي أنا أذكر أيضا سبب آخر صح هو سبب هو هو سبب يعني بس لكن هو مو مهم مو بديش الأهمية أهمية التدريب والتحليل الحكام يعني في الفترة الأخيرة يلا السلم يدي خمسة وعشرين دور خمسة وعشرين دور يلا السلم جور ثمان أدوار فقط هذا أيضا يعني ينطيق صورة عدم الاهتمام بالمستوى المعاشي للحكم وبالمستوى الاجتماعي للحكم أيضا هذا يأثر لأنه كثير شاهدنا من الحكام يعني يذهب إلى المحافظات البعيدة ويصرف من جيبة قامة أكل التنقلات هذه كلها وبعدين ورى فترة يلا ينطو ورى خمسة شهر يلا يستلم أجوره هذا أيضا يخلي الحكم يعني صراحة بأنه ممرتاح فلذلك هاي الأسباب لما نقعد تقعد بلجة الحكام تجتمع مع الاتحاد يعني أيضا يعني فاتي أنا أذكر بعد الاتحاد عن لجة الحكام صراحة ما اجتمع أنا طيلت بقايا في لجة الحكام يعني هاي السنين الأخيرة ما اجتمع نوي الاتحاد ولا اجتمع يعني ها دلالة على أنه الاتحاد بعيد عن لجة الحكام لازم الاتحاد يكون قريب عن لجة الحكام حتى لتصحيح ويحس الحكم بأنه الاتحاد مساند إلى في جميع المباريات كابتن حازم دعني أتوقف قليلا مع التصريح للكابتن طارق أحمد بعد مباراة الزوراء وكربا لا أعود إليك بعد ذلك لتكملة الحوار خليك معنا خلي انتبع مشاهدين كرام سيد طارق أحمد في الوقفة التالية وطبعا تصريحه عن بعض المواقف التحكيمية والأخطاء التحكيمية ومباراة الزوراء وكربلا وأمور أخرى خلينا نتابع يوم أمس صدر تقرير بالمكتب الإعلامي عن طريق لجة حكام نعم كل ما مذكور هو لجة حكام وأنا شخصيا صرحت فيه أول شيء هناك تم تحليل بعض من المباريات وتبين أن هناك أخطاء فقط لمباراتين وهي مباراة الديوانية ومباراة الزوراء هناك خطيين يتحملها حكم ومساعدة لمباراة الزوراء وهناك مساعدة تحمل المباراة الأخرى في الديوانية رفعنا إيقافات للإتحاد من أجل إقرارها وتبليغنا بذلك من أجل نشرها في الإعلام أثنين طلبنا على ضوء رفعنا توصية للإتحاد كرة القدم من أجل حسب ما طلبوا بيه وخاصة أبو الديوانية طلب أنه يجيب حكام من جنوب شرق آسيا للمباريات أنت كما معمول في الاتحاد الأندية الخليجية والأندية العربية أنه اللي يجلب حكام هو يتحمل أجور الحكام وكل حكم يعني حتى فصله تفصيل كل حكم من يجي يقود مباريات في الأندية اللي يطال بيه تذاكر سفر أجور يومية المطرف جيب أجور فنادق أجور نقل أطعام أسكان مرافقين يعني كل حكم يكلف بالثمانين إلى تسعين ورقة كل حكم واحد أما الثلاث حكام فيعني معناته ثلاث شدات للحكم اللي يجي لكن احنا راح للمستقبل نطبق شي واحد راح انتفقنا مع محمد ياجل السادة محمد ياجل مسؤول شركة عشتار من أجل أن نطبق الفيديو وكما تعرفون انتهاء التكنولوجيا الحديثة ستطبق في مباراة كاس العالم نهايات كاس العالم لكن راح نطبقها مبدئين وديا يعني تجربيا خلي نقول للمستقبل إن شاء الله دور العام السنة القادمة إذا سبحانه وتعالى خلانا أنه نطبق نطبق هذا الفيديو ونطبق التكنولوجيا إن شاء الله للحكم من أجل أن نخفف الضغط النفسي على الحكم نفس الوقت أنا أطارف الإداريين والمدربين والجمهور أن يوقفون مع الحكام لأن الحكم ليس له مشجع كما مشجعي للأندية ولهذا أقول الصبر موجود نفس الوقت أنا أعتذر وأقدم اعتداري من كل فريق أصابه الحيف والغبن ولكن أخطاء غير مقصودة وغير متعمدة وسبحان الذي لا يخبر أهلا بك مرة أخرى كابتن حازم كما تعلم يعني نحن معك معرفة ويعني عشرة طويلة وليست بالقصيرة بالعمل في الدوري ونحن نعلم جيدا يعني مصداقية وصراحة الكابتن حازم حسين بالأمس واليوم طبعا طالما تكلمت عن لجنة الحكام يا ترى ما هي الأسباب الحقيقية لانسحابك من لجنة الحكام هل هي أسباب شخصية هل هي أسباب أخرى يعني جراء ضعف طريقة العمل والآلية المتبعة والله ساد بلال هي أسباب كثيرة يعني مثل ما تكلمت كان هناك تقاطع بالعمل لم تكن هناك أسباب شخصية لجميعهم أصدقائي وزملائي لكن كان هناك يعني اختلاف في وجهة النظر بالعمل طريقة أداء لجنة الحكام طريقة أداء لجنة الحكام يشوبها الكثير يشوبها الكثير من الأخطاء بصراحة ماكو هناك إمكانية لتصطيح الأخطاء تكلمنا أكثر أكثر يعني أحنا أكثر من واحد انسحبنا أكثر ويمكن مثل ما تعرف حضرتك الدكتور صباح قاسم انسحب معايا يعني أيضاً أكو مجموعة أعضاء لجنة حكام الآن فقط بالاسم موجودين يعني حتى هم يعني أحنا نحتيها بالعراقي ما لهم وها سيشتغلون لأنه ما لهم تأثير ما لهم تأثير بالعمل يعني المفروض يكون لكل شخص يكون إلى عمل هاي نقطة نقطة أخرى احنا يمكن مثل ما تعرف سيد بلال بأنه البلد الوحيد اللي بالشرق الأوسط أو بآسيا احنا ما نعمل بنظام الدوائر نظام دائرة الحكام عندنا فقط هي اللجة الحكام هي اللي تقوم بالعمل اللجة الحكام يعني عملها إداري المفروض يكون عملها إداري هذا مثل ما متبع بالاتحادات القارية والاتحادات المحلية اللي يدير العمل الفني هي دائرة الحكام دائرة الحكام يجب أن يكون هناك مدير دائرة وكادر اللي يشتغلون في تطوير الحكام لجة الحكام عملها فقط إداري يعني يمكن هنا أول مرة أتكلم بها بأنه هناك نظرة مخطوئة لأنه فقط لجة الحكام ما يصير يعني هسنا حتى الاتحاد الآسيوي في دائرة حكام في لجة حكام لجة حكام يديرها شخص إداري هو رئيس الاتحاد الكوري هو رئيس لجة الحكام بينما يدير دائرة الحكام الشمس المدين حكم دولي حكم في كأس العالم ويساعد أيضا مجموعة من الحكام الآخرين نجي أيضا اتحاد دولي اتحاد دولي أيضا لجة الحكام كان هناك نائب رئيس الاتحاد الدولي اللي هو رئيس الاتحاد الأسباني كان هو رئيس اللجنة يدير الدائرة الحكم السويسري بوساكا الآن حتى يكون هناك تناغم بين عمل الدائرة وعمل اللجنة خلوا رئيس اللجنة الحكام بالاتحاد الدولي كولينة كولينة لأنه بعد استبعاد الرئيس السابق لما شابه الاتحاد الدولي من فساد أبعاد الرئيس السابق فجاء كولينة الحكم المعروف هو رئيس لجنة الحكام وبقى في نفس الدائرة الحكم الدولي السويسري بوساكا فلذلك يجب هذه الأسماء يجب أن يكون أيضاً أحنا في دائرة الحكام يكون هناك اسم حكم دولي له تاريخه المتميز ويساعده مجموعة من الحكام الدوليين السابقين الفنيين يعني شغلة فنية دائرة الحكام تبقى لجنة الحكام ما عندنا مشكلة لجنة الحكام خلت تبقى لجنة الحكام تضع الخطوط العريضة لعمل دائرة الحكام يعني نفرح ونحزن بنفس الوقت يعني ما يخلون فرحتنا تكمل أبداً نفرح عندما نجد طاقات فذة مثل الكابتن حازم حسين الدكتور صباح قاسم رعي السليم صباح عبد آخرين يعني من الحكام الأفذاذ الذين لديهم الإمكانات لتطبيق آلية ومنهج عمل صحيح وسليم للارتقاب المستوى الفني لكن ينتابنا اليأس عندما نجد الكثير من المطبات المعوقات تكون دائماً جاهزة وحاضرة دائماً للوقوف أمام أي أفكار أو مخطط يطرح من أجل تصحيح المسار الخاطئ إلى الصحيح يعني لازم هناك أناس متصدية لازم هناك عتمة وغشاوة للأسف لازم توجد أجواء غير ملائمة للعمل الصحيح يعني معقولة إلى هذه اللحظة العراق لا يعمل بنظام دائرة الحكام يعني طيب كيف سنرتقي بالمستوى الفني للتحكيم يعني مشكلة كبيرة يعني يعني اللجنة فنية مهمة جداً يعني جداً تكون موازية مع عمل لجنة الحكام هذه لجنة فنية وهذه إدارية والإثنان طبعاً تكون لهم مركزية يعني إدارة مركزية واحدة لكن كل جانب لديه العمل الخاص به طيب كابتن حازم طالما دخلنا بأعماق المستوى الفني يعني آلية وعمل قضاة التحكيم في العراق واللجنة التحكيمية في الاتحاد يعني هناك تساؤلاً يدور حول يعني اعتراضك مع عدد من الحكام الدوليين السابقين على اختيار طارق أحمد رئيساً للجنة الحكام يعني بصراحة ما وراء هذا الاعتراض بصراحة الأخ طارق أحمد الآن هو رئيسة الحكام منذ عام 2001 أو 2002 يعني لسنوات طويلة للأوانة الأخ طارق أحمد قلت لك هاي الفترة كله هو يدير لجة الحكام احنا ما عندنا اختلاف احنا الاختلاف ماكو مشكلة يبقى الأخ طارق يبيجي أي شخص آخر لكن طريقة الاختيار هي كانت مخطوئة يعني الاعلام اتطرق لها احنا بصراحة احنا حتى ما بلغنا بموعد اجتماع حتى في سبيل الاختيار ومثل الحكام في الاتحاد الذي حدث لم يكن هناك انتخاب لم تكن هناك صندوق انتخابي لم تكن هناك عملية انتخابية لم تكن هناك أوراق وضعت في الصندوق وكل الذي حدث اختيار يعني بالتواقع اختيار بالتواقع من قبل الحكام العاملين حكام الدوليين العاملين وهذا خطأ بصراحة لأنه 14 حكم هم اللي يختارون يعني الحكم عامل يختار باحترام الحكام العاملين حكم عامل يختار حكم يختار مسؤولة يعني بصراحة صعبة ويعني مثل تم اختيار اذا شاهدنا ممثل اللاعبين الاخ يونس اللي تم اختياره هو ومجموعة معاه لم يكن هناك اي لاعب يلعب الان كل اللاعبين كانوا معتزلين كل الاشارة وكذلك المدربين اذا يجب ان يتم الاختيار اختيار ممثل الحكام من قبل هيئة عامة للجة الحكام اللي تتكون من الحكام الدوليين السابقين الغير عاملين يعني معتزلين التحكيم هؤلاء فقط هم اللي يقررون من يمثلون في لجة الحكام لأنه مثل ما تعرف سيد بلال بأنه الحكم العامل الحكم العامل يكون صاحب مصلحة سواء سلبا او ايجابا تتأثر مصلحته سلبا او ايجابا اذا كان علاقته ويلي اختارها جيدة راح يختارها واذا لم تكن جيدة فما راح يختارها اذا بالحالتين يكون الاختيار غير موفق فلذلك احنا الاختلاف على الالية وليس على الاشخاص طيب من حيث الالية يعني ربما هناك اختلافا بين رابطة اللاعبين والحكام لا لا نفس الاختيار ليش اختلاف هو اختيار موثل الحكام او موثل اللاعبين او موثل المدربين هناك ماكو لاعب عامل يعني يلعب لحد الان كلهم اللاعبين معتزين ليش بالحكام الحكام العاملين هما فقط هذا ترى بالاتحاد الدول والاتحاد لا يسمح به ابدا يعني مستحيل يسمح بهذه الطريقة لانه الهيئة العامة للجنة الحكام هما الحكام الغير عاملين المعتزلين فقط نستطع القول هنا بانها تابعة لشروط الفيفا لا اشوف اشوف هو اختيار اختيار لجنة الحكام دائما بالتعين بكل العالم ماكو لجنة حكام بالانتخاب ابدا احنا بس لكن في العراق بصراحة انا اعتبرها يعني بدعة للامانة بدعة تم انتخاب لجنة حكام في المواسم السابقة ابدا لا الاتحاد الدولي ولا الاتحاد الاسيوي ولا الاتحادات المحلية مستحيل لانه دائما كل جان الاتحاد يتم تعييرها من قبل الاتحاد تشكل من قبل الاتحاد وتأدي عملها احنا هنا يختلف العمل هنا رابطة رابطة حكام رابطة لاعبين رابطة مدربين ايضا صار الاختيار يجب ان يكون الاختيار صحيح وفق يعني اللي حتى نكون بعيدين عن المصلحة يعني حتى يكون اختيار نموذجي طيب دعني اعود الى شق الصراحة يعني في حوارنا لهذا اليوم وانا يعني لدي ثقة كبيرة بصراحتك المعهودة يعني هناك بعض الاقاويل تشير الى ان وراء اعتراضكم مع عدد من الحكام الدولين السابقين على اختيار طارق احمد رئيسا للجنة الحكام تعود لرغبتكم في الترشح ولتسلم المهام بدلا عنه ماذا تقول حول هذه الاقاويل هو للامانة اذا نجد تكلم يعني هي هو حق وطموح لكل واحد يعني احنا بصراحة اذا بهذا سيب هالعمر ما ناخد دورنا شو وقت راح ناخد دورنا يعني اذا شوفوا لجان الحكام لجان الحكام اللي في كل دول الجوار كل دول الجوار اتغيرت من 2003 لحد الان ثلاث مرات كل الجوار اتغيرت اقل شي مرتين اتغيرت اقل شي ما شاهدنا لحد الان لجنة حكام يعني المفروض هي دورة انتخابية دورة انتخابية دور الاتحاد اربع سنوات تكون هي اللجنة لانه يعني الفترة الطويلة ايضا تولد الملل تولد الملل تصير رتابة بالعمل يعني انت الحكم خاصا حكام يعني لازم يكون رئيس اللجنة اول اعضاء اللجنة يكونون قريبين عنا قريبين عنا بكل شي في كل شي من ناحية العمر من ناحية التفكير من كل هاي النواحي يجب ان يكون قريب على الحكم يعني ما ما اقول لها 17-18 سنة يبقى نفس الشخص يعني حتى هي سمعة غير طيبة بالنسبة لدول الاتحادات الخارجية يقول لك 17-18 سنة نفس الشخص اذا انتم معدكم اذا انتم معدكم هاي اساء اننا احنا كحكام يعني معتزلين كأعضاء لجنة يعني الى متى تبقى تشتغل عضو لجنة 17 سنة يعني يعني همي يعني شوفها يعني ليس من العدالة كابتن حازم تكلمنا عن يعني محاور عدة حول قضاة التحكيم في الكرة واللجنة التحكيمية في الاتحاد لكن الان سنتكلم عن نظام التطبيق المعمول به في العالم اجمع او على قل تقدير يعني الوصول الى بعض الدول المجاورة التي طبقت واستخدمت الحكم الاضافي المساعد خلف المرمى يعني لماذا الى هذه اللحظة لم يتم تطبيق هذا النظام في الدور العراقي يعني لتفادي الاخطاء او تكون يعني بنسبة معقولة وليست بنسبة كبيرة كما لاحظناها يعني ربما هناك من يقول هناك صعوبة في تطبيق يعني تقنية الفيديو ولا اعلم لماذا يعني في ظل عراق ظل امكانية ميزانية كبيرة يعني لكن اعود الى طرحي لماذا الى هذه اللحظة لم يتم استخدام الحكم الاضافي المساعد خلف المرمى في الدوري يعني انت تعلم جيدا الفياء كرة القدم تقول بان كل المشاكل كل المشاكل التي تحدث هي في منطقة الجزاء بالتالي الحكم الاضافي خلف المرمى سيساهم ويساعد في تخفيف يعني مشاكل واخطاء كثيرة كثيرة نعم والله يعني سؤال وجيه سيد بلال لانه الصراحة هي دخلت بالقانون منذ سنتين دخلت بالقانون اكثر دول الجوار اكثر ما اقول الكل اكثر دول الجوار استخدمتها حتى في سبيل تقللك من الاخطاء لانه هذا الحكم الاضافي الحكم الاضافي المساعدة لخلف المرمى لما يكون الحكم اي اكثر مشاكلنا احنا في منطقة الجزاء وبالاخص باحتساب ركلات الجزاء او باجتياز الكرة خط المرمى او عدم اجتيازها لما هذا الحكم الاضافي المساعدة يكون قريب عن خط المرمى وقريب على منطقة الجزاء فلذلك راح تقل الاخطاء احنا البلد يعني من ضمن البلدان اللي ما استخدمت هذا وصراحة احنا مخطئين يعني انا عندي برنامج تحكيمي ده اقدم منذ سنين منذ سنين انادي منذ اكثر من ثلاث سنوات انادي باختيار بضرورة تطبيق وعلى الاقل حتى وصلت الى مرحلة اطالب بعلى الاقل اللعبات المهمة الحساسة الجماهيرية والمباراة المهمة الحساسة اختار اطالبت بتعيين حكام اضافيين يمكن مرة واحدة طبقت في مباراة زوراء وجوية قبل موسمين وطبقت بصورة خاطئة ليش؟ لانه القانون يقول يجب ان يكونون حكام ساحة هؤلاء الحكام الاضافيين المساعدين يكونون حكام ساحة ومن المميزين احنا تم الاختيار لحكام مساعدين هذا خطاقات الاخر ايضا يعني حتى في مجال التطبيق احنا ما طبقنا بصورة صحيحة لمرة واحدة كيف تدهسة ان تطبق تقنية الفيديو دول الامارات تحدى ولي طالبها بالتوقف عن تطبيق التقنية ليش؟ لانه الامارات دي يقول لم يستكمنوا كافة التقنيات لتطبيق هذه المهمة فقط عندنا الان دولة قطر وراح تطبق ايضا راح تطبق في كأس العالم 2018 وايضا راح الاتحاد الدولي يقعد ويتشيك هذه الاختيار وهذه المهمة وبعدي ايضا راح يبتون بها بصورة اخرى يراقبون هل خدمتهم هذه التقنية هل اثرت على نتائج المباريات هل اثرت على نتائجات من ناحية التوقف لانه يجب ان ما يتوقف الحكم اكثر من نص دقيقة نص دقيقة لازم ينتقرار لكن ايضا في كل الاحوال يرجع القرار الاول والاخير الحكم حتى اذا الحكم ذهب الى تقنية الفيديو الى الجهاز ويتشيك حاله وحتى في سبيل يتأكد منها صح او خطأ لم يبقى القرار الاول والاخير من حقه ان ما ياخذ القرار الفيديو من حقه ان ما ياخذ القرار الفيديو ويطبق القرار الخاص به جميل جدا هذا التوضيح اخيرا ما هي الحلول والمعالجات المناسبة يعني للحد من الاخطاء التحكمية التي كثرت يعني في الاونة الاخيرة يعني ومشاكل الحكام في العراق على مستوى الدوري الكروي يعني احنا دائما نقول المفروض الحكم يكون بعيد عن المشاكل لكنه احنا ده نجي كمسؤولين تحكيم ده نخل الحكم في فوهة المشاكل يجب ان نساعد الحكم نساعد الحكم نهيلا نهيلا كل الامور اللي ساعد على النجاح من تجهيزات من توفير ملعب للتدريب من توفير قاعة احنا عدة قاعة قاعة صغيرة بصرحة ما تتحمل يعني ما تتحمل ان يجوا حوالي 30 حكم أو 40 حكم كيف احنا المفروض بالتحليل يجوا كل الحكام اللي يحكمون في الدوري يجب ان يحضرون التحليل ايضا ما اشتغلنا عندنا مثلا مجموعة حوالي 200 حكم 200 حكم يعني ما معقولة الكل ياخذون بالمباريات بالدوري لا المفروض اكو حكام خاصين للدوري الممتاز مثل ما بطبق باسيا حكام نخبة يجب ان يتم هناك اختيار يعني ولو 50 حكم 50 حكم مع الحكام الدوليين او 40 حكم مع الحكام الدوليين هم فقط هذولا اللي يديرون مباريات الدولي ليش حتى تكون هناك منافسة بين الحكم الدولي وبين الحكم الدرجة الاولى حتى الحكم الدرجة الاولى ياخذ نفس مباريات الحكم الدولي حتى هنا تتم عملية المفاضلة بين الحكم والحكم الدولي والدرجة الاولى وتكون هناك منافسة احنا الان مثلا 200 حكم يعني كل حكم كل 4 دور 5 دور اللي يلوحها اكو حكم يعني صراحة بالاختبارات المرحلة الثانية ما اختبره اختبر بدني واختبر نظري وبعدين بالمرحلة كاملة يتلوح لمبارات وحدة او مباراتين شون يتبه التقييم على اساسه اذا هاي حالة مهمة جدا يجب ان يكون هناك تصنيف للحكام وبصراحة ماكو قابلية او ماكو شجاعة باختيار حكام نخبة ان يحكمون فقط في الدوري الممتاز يجب ان تكون هناك جرعة وشجاعة في ان اقول لفلان انت لا تستحق ان تكون في الدوري الممتاز انت تستحق في الدرجة الاولى وفلان لا انت تستحق ان تكون في الدوري الممتاز هاي الشجاعة بصراحة ما موجودة عندنا في كمسؤولين تحكيم ما موجودة عندنا لذلك نحب يعني دائما نجامل ونمشي هذا غلط هذا هذا يأثر على بسهو التحكيم يجب ان تكون هناك شجاعة ومرونة ليس بالمجاملة لا مرونة في اختيار الحكم المميز وشجاعة في اختياره وتقول فقط يبقى الحكم الناجح فقط يبقى الحكم الجيد اللي يجده ويجتهد وكذلك ايضا تطبيق مبدأ ثواب العقاب لانه اذا لم تكن هناك محاسبة بالنسبة للحكم راح تجيد الاخطاء دور بعد دور دور بعد دور ومثل ما وصلنا له في الادوار الاخيرة يعني بصراحة انكشفت كل اخطاء الحكم لانه لم يكن هناك لم تكن هناك محاسبة للحكم المخطئ ولم تكن هناك يعني اشادة بالحكم الجيد اللي ينجح فلذلك راح تساوى عندنا كل الامور فلذلك يكون هناك راح يكون هناك هبوط بالمستوى التحكيم كابتن حازم ارجو المعدرة اعرف اني تعبتك كثيرا يعني بطرحي وتنقلي بين المحاور شكرا لحضرتك واتمنى ان نلتقي مرة اخرى شكرا جزيلا سابلال تحياتي اليك وان شاء الله نشاهده في مناسبات اخرى الحكم الدولي السابق حازم حسين لك مني خالص الشكر والتقدير يعني ليس لوجودك معي في صدى الرياضة فقط وانما لما قدمته من مستوى ومساهمة فعالة في مشوارك الطويل مع التحكيم والذي كان بطبيعة الحال مشوارا حافلا بالعديد من المحطات المشرفة للأسرة التحكيمية العراقية على الصعيدين المحلي والدولي مرة اخرى شكرا جزيلا لك اذا مشاهدنا الكرام هذا ما يسمح به الوقت لهذا اليوم مع فقرة صدى الرياضة بالتأكيد انقل لكم تحيات اسرة صدى الرياضة انا دائما وابدا اتمنى لكم التألق النجاح الابداع هذه تحياتي بلا البداع مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة